طب يعني هاي بتتغير كل فترة هاي اللي بلان ولا كيف لو غيرت المعطيات تتغير الخط لكن طول ما المعطيات سابتة هنفيش تغيير حصة هاي بتعتمد على الاي اي كيو لا تقنية متقدمة اكتر شوية الاي كوريدر كوانتيتي هتنتج لك كمية سابتة لكن انت شايفين الانتاج متغير ليه ان انا بستخدم خوارزمية اسمها الملب ودي الخوارزمية اللي بتجيب لك اقل التكاليف الممكنة برضو انا عندي تفضل حسب لانه لاش سألت انا لانه خلص بنعرف انه هاي الكمية اللي راح ننتجها كل فترة خلص فبالتالي بنعرف للسنة لالفين وارب وعشرين شو الكميات اللي راح ننتجها ومتى طيب بص دي قطة الانتاج زي اللي احنا اخدينها بالزبط تمام زي ما انت شايف الديماند والانفنتوري والانبي اس وهكذا بس انا ضفت على التكاليف نفس البرامتر زي بالزبط اللي ايو كيو جابت لي جمال التكاليف كم تمانية وعشرين الف تسعمائة وعشرين نتيجة ان السيداب قوستي كانت عندي كزا والهولدين قوستي كانت عندي كزا فالهولدين قوستي بالمانس فطلعت دي اللي ايو كيو تمام كنت استخدم الخورزمية بتاع الميكس توينيرум التكاليف الكل هطلعت كم واحد وعشرين الف وتسعين يعني اشوف الفرق هنا تمانية وعشرين الف هنا واحد وعشرين الف فالخورزمية بتاعة الميكس توينيران بتاع تالي ميكس توينيرلم بغرامنج هي بتجيب لك اقل التكاليف الممكنة ودي كلها انا عملها بايده يعني اذا وكذا بالألم والورقة وعملتها بهذا الشكل يعني في الميكس توينيرول والفكرة نفسlya بكل مرة بنتك فيها بتكلف تكاليف ستب 2500 هنا 2500 برضو في الـ EQ هنا انتكت بتكلف اكت 2500 وتكاليف الاحتفاظ بالمخزون مضروبة في المخزون المطاقل طبقي اللي هو ده تكاليف الاحتفاظ بالمخزون دولار فدولار مضروبة في 1874 تبقى 1874 دولار في 1374 تبقى 1374 وفي النهاية بجمع مجموع الستب كوست زي الهولدين كوست فبيجي لي مجموع توتل كوست مع بعض اللي هما الاتنين دول هنا نفس الحكاية ادي الانفنتوري كوست وادي الستب كوست دي حاجة اسمه مختلفة فالمجموع مع بعض بديني التوتل كوست فإذا التقنية بتاعة الميكسر انتجالينا اللي أنا باستخدامها هنا دي تقنية وتقدر تقرأ عنها أكتر وتقدر تقرأ عنها أكتر في البروداكشن بلان فحبي نسمع رأيك بش مانس إيراك في البرنامج في الموديول دا من البرنامج والله روعا احنا بنعتمد على الاي كيو في السطلاي تشين فبتالي الستاب قاست والهولدين قاست لدينا 12 مونس ديماند وخلص وبنعرف أنه ايتم ايه اللي هو كل اي هاي سيلر بننتجه كل فترة او كل شهر وبنعرف كم كم الكمية اللي رح ننتجها والله لا ممكن نضيف ممكن نضيف كونسترين هنا أخليها يوكيو يعني اليوكيو عندنا طلعت 2324 فممكن نخلي هنا كونسترين إضافية خلينا نركزها معك data solver وقل له قد كونسترين وهو إن الريفرنس دي الأقل من أو يساوي خلينا نقول 2400 هنقول له ونقول له solver مرة تانية جاب لي برضو يعني الانتاج لا يزيد عن الـ 2400 أو الـ 2324 فالانتاج ما زادت شابداً عن 2400 وفي نفس الوقت جاب لي أقل التكاليف وبرضو ما زالت أقل من تكاليف الـ فهتروح يمين هتروح الشمال المكس المتشرين البوغرامجي أفضل شيء وخلينا أقول هنا إن E O Q بتساوي بتساوي نجيب وخلي اللي موجود عندنا اللي هي دي change أقل من الرقم ده نقول له OK simplex solve زود التكاليف شوية فأنت لو عملت relaxation للconstraint دي شوية لو امتلاغ الconstraint دي تعليف واحد delete عملت solve نجيب اجب لك تكلفة وقلب كثير اجب لك اشتركوا في القناة